اشتركوا في القناة وبالفعل وصل لترتيب متقدم ما بين الافلام الاكثر شعبية في مصر ودي حاجة مش غريبة بس برضو مش معتادة قوي عادة ان الافلام بتاخد شوية وقت وشوية كلام وشوية اهتمام قبل ما بتتحرك لمقدمة القائمة بتاعت الافلام الاكثر شعبية على الاقل في مصر فانا عاوز افهم دماغكو انتو بتهتموا بالافلام بناءا على ايه بالزبط دي حتة لسه مش قريها بصراحة بس المهم احداث فيلم pieces of women بتبتدي بالزوجين مارثة وشون وهم في الاستعدادات الاخيرة قبل استقبال بيبي جديد وبعدين بنوصل سريعا لمرحلة الولادة واللي مارثة وشون اتفقوا انها تحصل في البيت بمساعدة احد المولدات المحترفات المولدات داية اللي هي ست جاية تولد يعني مش مولدات كهربائية ولا حاجة عملية الولادة بتكون طويلة جدا وصعبة جدا ومعقدة جدا وبتنتهي بان بنتهم بتصل للحياة فعلا ولكنها ما بتقضيش فيها وقت طويل بعد كده الفيلم بياخدنا في مراحل مختلفة على مدار عدد من الشهور بنشوف فيها حادثة فقدان البيبي دي بتترك اثر شكله عامل ازاي على مارثة واثر شكله عامل ازاي على شون واثر شكله عامل ازاي على علاقتهم ببعض وبعائلة مارثة اللي عيش معاهم تقريبا في نفس الولاية وكل دا بيحصل وفي الخلفية تحقيق وقضية عشان تشوف هل المرأة اللي كانت مسؤولة عن عملية الولادة اهملت فعلا وتستحق العقاب ولا لا فيا ترى ايه اللي حيحصل في المنا يا جماعة زي ما قلت في بدايته بيمر بعملية جس نبض كده ما خدتش خمس ست دقايق وبعدين بنمر معاه بخمسة وعشرين دقيقة تقريبا من اصعب ما شاهدت السنة دي وده الزمن اللي استغرقته عملية الولادة على الشاشة من اول ما مارثة بتبتدي تحس بانقبادات الحمل لغاية الحدث المأسوي في النهاية ما حاولتش عد الكاميرا قطعت كام مرة بالزبط خلال الخمسة وعشرين دقيقة دول بس مش ممكن يكون اكتر من تلات اربع مرة المشهد كان حقيقي وملموس ورغم اننا بنتكلم عن عملية ولادة احنا اصلا عارفين نتجتها ولكني ما اعتقدش ان انا حسيت بالشد العصبي ده في افلام الرعب وبنتكلم عن تسلسل طويل حصلت في حاجات كتير انتقلنا فيه من مكان لمكان ومن قوضة لقوضة شفنا كل الانقبادات اللي مرت بيها مرثة ومش حبالغ لو قلت ان احنا حسينا بيها كمان التصوير والتتبع كان جريء جدا بس في نفس الوقت ما كانش قبيح يعني فيه حاجات كتير ممكن تصدم المشاهد لو شافها في عملية الولادة والفيلم كان متعاطف شوية خصوصا واننا بنتكلم عن عملية ولادة نتيجتها ما كانتش كويسة ورغم ان فريق البطولة بتاعنا مر بمراحل تمثيلية معقدة وكويسة جدا بعد كده في احداث الفيلم لكن ما اعتقدش ان فيه اي حاجة في الدنيا تتفوق على اداءهم في المشهد ده وابطالنا في المشهد ده هم تلاتة فانيس كيربي في دور مارثة وشايا لابف في دور شون ومولي باركر في دور ايفا الستة اللي كانت بتولد مارثة قلق وانفعال وقلم وخوف وخوف من انواع كتير خوف من النتيجة خوف من الاسوأ خوف من ان حد يعرف ان الاسوأ قادم حقيقي من نوعية المشاهد اللي بعد ما خلصت حسيت ان انا محتاج استراحة اه لا حقيقي محتاج استراحة وبعد المشهد ده والاستراحة دي الفيلم بدأ يطلعنا على فلسفته السردية وهي فلسفة متتالية عادية جدا ولكن على شكل القفزات يعني بتمر علينا اسابيع وفي بعض الاحيان شهور وبعدين بنقضي شوية وقت مع ابطالنا نشوف احوالهم وصلت لايه ونشوف علاقتهم وصلت لايه بنشوف التطورات بتاعت القضية اللي احنا بنتبعها وطبعا بنخوض معاهم رحلة عميقة جدا في التعائدات بتاعت حزنهم والطرق المختلفة اللي هما بيتعاملوا بيها معاهم اسلوب السرد ده مقصود بكل تأكيد ومتصل بشكل مباشر مع فلسفة الفيلم كلها واللي ممكن فهمها بسهولة لما نطلع على عنوان الفيلم أجزاء حطام شضايا حادثة مدمرة بتسيب كل الاطراف المعنية في جزيئات متبعثرة البعض مهتم بان هو يرجع يلمها على بعض والبعض بيتمسك بالماضي لدرجة انه بيحطم نفسه اكتر واكتر ده في تجربة المشاهدة كان ليه مزايا كتير وكان ليه بعض العيوب برضو الميزة الرئيسية هي القدرة على تتبع ابطالنا الفترة طويلة من الزمن لان طول فترة المعناشئ متوقع بكل تأكيد ميزة كمان ان ما كانش فيه اي مشكلة في استيعاب الاحداث اه بتمر علينا فترات زمنية طويلة ما بين كل تسلسل والتاني بس تصميم كل تسلسل بيخلي من السهل جدا اننا نفهم ايه اللي حصل قبله خصوصا واننا كمان بنتكلم عن حياة حقيقية فالتحولات في المواقف ما بتحصلش بشكل حاد فجأة المشكلة بس هي في التواصل العاطفي واعتقد ان ده كان من الاهداف الرئيسية بتاعت الفيلم اننا نتواصل عاطفيا مع ابطالنا وبالتحديد مارثا بس بخلق فترات الانقطاع دي زادت المسئولية على الممثلين نفسهم في انهم يعكسوا ده وبعضهم نجح في ده وبعضهم نجاحوا ما كانش في افضل صورة فيلمنا زي ما قلنا من بطولة فانيسا كيربي وشايا لبوف والي اكتنين جيدين جدا يكفي بكل تأكيد اللي هم قدموه في مشهد الولادة علشان نقول انهم من اهم اداءات السنة بس فيما تبقى من احداث الفيلم النجاح كان متفاود فانيسا كيربي في تقدير الشخصي قدمت نطاق اوسع واهدى اولويتها كانت في التفاعل مع اللي بيحصل حواليها المتوقع منها في مكان عملها المتوقع منها من امها المتوقع منها من زوجها واللي بيتم طرحه عليها زي ما يكون اهتمام بيها وردود افعالها بس من غير ما تنطق بوالة كلمة كان بيعبر انها فهمت ده وانها بكل تأكيد مش قادرة تتعامل معها بشكل كويس دي في تقدير الشخصياء اللحظات الاكثر تمييزا في اداءها بالاضافة طبعا للحظات التفجر لان لازم يحصل واللحظات دي ما كانتش مبتدلة ولا اي حاجة بل كانت مؤثرة جدا كمان واثرت فيها انا شخصيا بس زي ما بقول دايما ما هياش موضوعي ما هياش المقياس اللي قد رئيس عليه شايلة بوف كالعادة للأسف كان عنده بعض المبالغات يعني كنت بحس ان احنا بنتفرج على الدراما نطجة واقعية لغاية لما كان بيبقى فيه تصميم انه هو يطلع نفسه على المسرح يا اما بشكل يدعو للتعاطف يا اما بشكل قبيح واللي اتنين كان فيهم نجاح معقول بس مش شبه باقي الفيلم ايلين بيرستن العظيمة ايما بدور اليزابيت والدة مارثا وهو دور مؤثر وليه حضور في اغلب اوقات الفيلم كنا بنحس ان هي مصدر ضغطه بس ولكن في مراحل معينة بنبتدي نحس باهمية دور الام في حياة زي دي وفي ظل حادثة زي دي خصوصا وانها مش على طول الخط يا اما صوت ضغط يا اما صوت حكمة لا هي في النهاية انسان برضو الحادثة تركت عليه اثر والتكسيد في تقدير الشخصي بيه تصدر الجودة في الفيلم ده مع فانيسو كوربي عايزين نلاقي كلمة جديدة غير كلمة حلوة عشان نوصف بيها الافلام لان الاحداث اللي انا اتفرقت عليها دي من العبث ان انا اقول عليها حلوة فانا عاوز اقول ان فيلم pieces of a woman فيلم جيد جدا وجودته نبعة من الاحاسيس الصعبة اللي هتنتابل المشاهد وهو بيتفرج عليه بس في النهاية انا وانا بتفرج حسيت بحاجات كتير حسيت بالحزن وحسيت بالقلم حسيت بالتعاطف وحسيت بالحقد والاغرب منهم كلهم ان انا حسيت بالرعب في بداية الفيلم القفزات الزمنية في اسلوب السرد بس مش اكتر حاجة عجبتني رغم انها مبررة بكل تأكيد والرجل شايلة بفدى بقى من الاخر عاوزين نشوف له حد كبير اه حد كده كل ما يشتح بتعبيراته ويروح مهباته على طول فيلم زي ده بيخلينا في النهاية نقدر وجود منصات العرض المنزلي في حياتنا ومش بس في الظروف اللي احنا فيها لان بشكل عام وحتى في ايام العرض العادية فيلم زي ده ما كانش بينال اهتمام لو كان بيتم انتاجه فهو في النهاية فيلم مستقل لا كان بياخد عروض سينمائية ملفتة في اي حتة في العالم ولا في النهاية كانوا بيهتموا اصلا ان هم يجيبوا عشان يتعرض عندنا في العالم العربي فمع مرور الوقت الافلام الشبيهة تقلصت ولما بقول الافلام الشبيهة اصدي الافلام المتنوعة من سنة او سنة ونص كنت بدأت احس فعلا ان التصنيفات كشت والعروض السينمائية اصبحت فيلم سوبر هيروز ورا فيلم سوبر هيروز وفي النص فيلم رعب وخلاص فانا متشكر الحقيقة لأيا كان ما تغير في العالم وسمح بان فيلم زي ده يتعرض ويصل لمكانة محترمة في المشاهدات في مصر وتقييمي لفيلم بيسز اوف اومان هو تمانية من عشرة وهو فيلم غير صالح طبعا للمشاهدات العائلية لبعض المشاهد العجيبة جدا في منقشة الحلقة كنت عاوز اعرف رأيكم في الاداءات التمثيلية الكثيرة المتميزة اللي ظهرت مؤقرا ياريت تقولوا اداءكم التمثيل المفضل في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي